بوست كتبته الدكتورة جيهان أبو اليزيد موضوع مهم جدا يا جماعة معلش هنقرأ مع بعض المراحيط قبل المعالم سيبك من الجزء ده كله الجزء ده كله يعني معلش ارجعلي يا حسان قبل ما ندخل دي هندخل في الحتة دي بس انتو عارفين انه في عيد اسمه عيد المراحيط ايوة انت بتتحكي ليه عم ايوة اسم يوم المراحيط ايوة انتعرف اليوم ده انت ها يوم المراحيط ده يوم كام اللي هيعرف هطلع له خمسة ليرة زي بتاعنا هونه كام يوم كام يا شباب هالف كنترول العيال خايفين برضو يوم تسعتاشر حداشر يوم تسعتاشر حداشر يوم عيد بيلاد حد يعني تعارفينه طبعا عيد بيلاد السيسي يعني يوم المرحيط الدولي تمام يوم المرحيط ففي اسم المرحيط ويوم المراحيط الدكتورة كتبت على موضوع المراحيط ده وانه احنا يجب ان احنا نهتم بالمراحيط في بيوتنا طبعا احنا بيوتنا كمصريين مفيش بيتنا فهوش الا ماقل يعني الى مناظر كل بيت فيه دورة مية حمام مرحاض بيت خلاق زي ما انت عايز تسميه سميه يعني لكن فيه على عديد من الدول في العالم مفيهاش الموضوع ده زي مثلا دول في افريقيا ودول قليلة في امريكا اللاتينية والهند اللي هو موضوعنا دلوقتي على فكرة مشان بس يبقى انت عارف التاريخ لو انت قاري تاريخ لحد القرون الوسطى اوروبا مكادش صاره في الحمام انا بس مش عايز الفقرة دي بقالها ريحة بس لحد القرون الوسطى اوروبا مكادش صاره في الحمام ومش عايز اقول لكم يعني يعني كانوا بيقضوا حاجتهم ازاي مش عايز اقول لكم عشان بس ايه الناس ما تقرفش منه ناعد لكن في اوروبا ما كانش في حمام في اوروبا والفرنسيين طبع انتوا عارفين لحد دلوقتي ما بيستخدموش الشطاف يعني بيستخدموا وراء التواليت والالأسف بعض الدول العربية عندنا اللي هي في شمال افريقيا عندهم نفس العادة ما بيستخدموش الشطاف تمام؟ فرنسا ما كانوش بيستحموا عشان كده هم بارعين في استخدام المرفانات لان راحتهم لما كانت بتطلع كان بيرش عطر مش بيستحمى مش نظافة زينا يعني الشاهد يعني عشان ندخل في موضوع المراحيط ده ده انه مهم في الهند ما بيعملوش مراحيط بس مش عشان مش عشان انها نوع من انواع يعني التكلفة المادية لا ده العبادة عندهم كده في طواقف في الهند بتعتقد ان المرحاض في البيت يدخل الشطاف يعني لو عملت حمام في البيت يبقى الشيطان هيبقى قاعد معايا فما بيعملوش طب بيعملو ازاي بتحصل الكارثة دي اللي هي ايه انه يخرج الستات مرتين في اليوم ده نص عشان بس يعني انا ما اقراش معاكم النص كله ده نص كلام الدكتورة جهال اللي هو بيطلع الست مرتين في اليوم الست تطلع في من البيت مرتين في اليوم مره الصعر بعد الفجر قبل ما النور ينور ومره بعد العشاء تروح تقضي حاجتها فين فين الخلاق تخيلوا طول اليوم مش بسمحلك انك يعني يحصل لك اي عارض حصل كده ولا كده مفيش لا مفيش عايز اروح لحمام ما فيش بالليل ان شاء الله اه مثلا يجيلوا تسمم باولين انتو عارفين الواحد لو حاجز البول اكتر من فترة معاينه جيلوا ملناش دعوه الجسم يتزبط على كده هم مرتين مره الصعر بعد الفجر ومره بعد العشاء اللي حصل انه داريت الموضوع خلص على كده الستات بتخرج في الوقت ده اللي هو وقت اللي بقوا بعض الشباب يستنوا الستات وحصلت جرائم اغتصاب وقتل كثيرة جدا في الهد اللي حصل ايه بقى عشان ما نرجيش الحكاية دي كلها انه السينما هنا اللي غيرت السينما عملت فيلم اسم المرحاق سينما الهندية اللي احنا بالتاريق عليها دي عملت فيلم اسم المرحاق بتحكي قصة ان زوجة اتجاوزت وبعد يومين قررت انها تنفاصل اهو قدامكو الافيش بتاع الفيلم قررت انها تولت اهو اسمه تولت اهو تمام؟ قررت انها البطلة دي انها تنفاصل عن البطل لان البيت مفهوش حمام بعد يومين من الجواز وهونو اثارت قضية واصبحت قضية الفيلم عمل ضجة في الهند اضطر رئيس وزراء الهند رئيس وزراء الهند اللي بيعمل مذابع فخنا في كشمير ديوقتي انه في كشمير انه يعمل الشعار اللي موجود بالمقال في الاول ده اللي هو المرحاض قبل المعابد وعمل حملة عشان البيوت كلها في الهند يعني ايه تخلع هذه العادة الزميمة وهذا الطقس وانه يبني مرحاض في كل بيت في الهند شوفوا ببساطة ازاي السينما غيرت ازمة كبيرة بيتعرض للمكتبع بفيلم ما قالوش بقى يان هاريسود ده بيسيقوا للهند ده بيطلعون هامج بيطلعوا الستات بتاعتنا تاخد حاجتها في الخلاق عليهم وعلى اعداءهم مين اللي دفع لهم فلوس مين اللي ادهم فلوس عشان يشويه صمعة الهند مفيش الكلام ده لانه الدولة مستقرة ونظام الحكم حتى وان كان دموي لكنه ديمقراطي رئيس وزراء الهند بينتخب بشكل ديمقراطي لكن احنا فيلم بس يعمل لنا كل هذه المشاكل احنا الحقيقة كنا عرضنا سؤال السوشيال ميديا عن الموضوع ده عن حرية التعبير في مصر هناخد بعد شوية اراء الناس ده السؤال اهو عشان بس اللي ملحقش يحط رأيه موجود على صفحة الشرق وعلى صفحة الشرق المصري اللي ملحقش يحط رأيه يحط رأيه وهناخد ان شاء الله بعد ما نستعرض بقية الاخبار هناخد رأي الناس هنا ان شاء الله